هذا وقد أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة الوفاء بالالتزامات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة وذلك بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 استكملنا منقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنا تحدثت فيها أشياء الثقافي الخطة مفترض أنها تطرح فكرة التوسع في المكتبات المتنقلة ده مجهود جيد وممكن يضف إليه فكرة المسرح المتنقل ولكن كنت أحب أن أشوف برضو مجهود كبير أو أرقام تتكلم عن فكرة رقمانة الخدمات الثقافية والوصول لما يمكن تسميته بأثر الثقافة الإلكتروني كمان طرحت فكرة أن الخطط لابد أن توضح بشكل صريح مجهودات الدولة بقطعاتها ومؤسساتها فيما يخص ترسيخ الهوية المصرية ودعم القوى النعمة المصرية بما سنعكس إجابا في النهاية على الصورة القومية للدولة المصرية مناقشات ساخنة جدا في حضور وزيرة التخطيط لليوم الثاني على التوالي مجلس الشيخ بيناقش خطة تنمية الاقتصادية والاجتماعية يعني كان لها شرف الحديث اليوم في الجلسة العامة ويتحدثت فيه موضوعين أساسيين موضوع الأول مرتبط بقطاع التعليم والصحة باعتبارهم من أهم القطاعات اللي بتشغل بالبالي المواطن المصري ويتحدثت عن ضرورة الوفاء بالالتزامات الدستورية الموجودة في الدستورة 2014 متمثلة فيه نسبة 10% من إجمال الناتج المحلي للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي كمان تحدثت بضرورة الربط ما بين سوق العمل واحتياجات سوق العمل والخارجين الجامعات لأن احنا عندنا أكتر من 46% من المتعطلين من خارج الجامعات المصرية وده بيشير إلى أنه ما هناك عدم ربط ما بين احتياجات السوق وما بين خارج الجامعات المصرية كمان طلبت الحكومة بضرورة استكمال المشروعات التي بدأت وراء رأسها حياة كريمة لأن هذا المشروع هو من أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية خلال تقريباً 100 سنة اللي فاتت تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية و16 جامعة أهلية ومطلوب استكمال هذه الإنشاءات واستكمال البنية المعامل والتجهيزات الخاصة بهذه الجامعات فأنا طلبت بتفعيل سياسة ملكية الدولة وإشراق الاخطاء الخاص بشكل جدي وفعال للمشاركة في هذه الجامعات بالإضافة إن في عندنا معاهد فنية متوسطة منتشرة في جميع ربوع أنحاء الجمهورية المعاهد الفنية المتوسطة دي بتضم معامل وأجهزة على مستوى عالي ولكن أنا بطالب إن هذه المعاهد الفنية المتوسطة تضم إلى الجامعات التكنولوجية الخطة السنة دي منظمة ووضحة ومعمولة بأسلوب كويس جدا 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 وإحنا أسنين على هذا الكلام ده على الحكومة لكن إحنا كان لنا بعض المنحوظات البسيطة اللي قلناها لنا النهاردة إن هي في حاجات لم تدرج فيها التكلفة الكاملة بتاعت بنود الخطة في بعض المشروعات الحتمية الخطة أبرزت ما تم سابقا في السنوات السابقة أكثر ما نتكلم على المستقبل اللي نحن النهاردة بالنقل 23-24 يعني دي المستقبل ترجمة نانسي قنقر